طالبت رابطة الصحفين السوريين بحماية 270 صحفيا وناشطا اعلاميا عالقين جنوب سوريا بعد تقدم قوات النظام للسيطرة على شريط الحدودي مع الاردن وقالت الرابطة ان نحو 270 صحفيا وناشطا اعلاميا صاروا عرضة للخطر والاستهداف مع انتشار قوات نظام الاسد والميليشيات التابعة لها في الجنوب السوري واضافت الرابطة انه ينبغي على دول الجوار السوري خصوصا المملكة الاردنية الهاشمية فتح الحدود للصحفين العالقين وتأمينهم ودعت الرابطة المؤسسات الدولية الى اتخاذ خطوات تمنع حصول كارثة بحق الصحفيين من اجل تأمين بيئة مناسبة لعمل الصحفي دون اي ضغط